اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كأنه بهداية جاء بها من الله قد كفى البشرية وأغلق الباب على كل النبوات فلا يأتي من بعده نبي بحقيقة الإسلام التي تراكمت عليها أشكال الركام التاريخية وتبائع البشر وباغي العلماء وتدخلات السلطة وكسل الناس والصدق النفسي الذي يترسب على القلوب مع الزمن سوف نتحدث اليوم في موضوع تجديد خطاب الدين ونتم ما كنا بدأناه في الحلقة السابقة وكنا نوضح موضوعات الركن الأول من أركان التجديد وهو ركن التوحيد وأقول إننا في الحلقات أيضا إن شاء الله سوف نتكلم عن العلاقة ما بين هذا التوحيد وما بين الحياة هل هذا التوحيد يصلح الحياة أم يفسدها هل يصلح المواطنة والبيتوتة أم أنه يفسد المواطنة ما الذي جاء لكي يصنعه التوحيد هناك تآثر عجيب بين تكاليف الإسلام التي تصب كلها في بؤرة التوحيد الذي هو يخرج ويخرج لنا من جامعة التوحيد القرآنية المحمدية يخرج لنا ملائكة ويستأنس الوحش فيحوله إلى إنسان ويرقب الإنسان فيكون له جناحان فيطير نحن الرحمن نحن رب العرش ومنهم من يطير ولا يعود إلى الأرض مرة أخرى أولئك هم رجال الله وأولياؤه المحبون له سبحانه وتعالى وسوف نتكلم عن هذا التأثير وهو التأثير التأثير التعليم الرباني التأثير التوحيد هو للإنسان وليس لمنفعة الله لأن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع من الخلق ولا ينتفع من التوحيد ولا ينتفع من العبادة هو لما خلقنا سبحانه وتعالى وجهزنا فأحسن تجهزنا صرخت الحالة إلى ربها أعطيتني هذا الشكل وعلمتني هذا التعليم وأرسلت إلي هذه الرسائل إذن فأنقذني فكان إنقاذ الله سبحانه وتعالى بالرسل وعلى رأسهم وتاجوهم محمد صلى الله عليه وسلم عملية مقصود بها أن يعرض الله مساعدته وإنقاذه ما دمتم تستنجدون وتستغيثون فأنا أقدم عرضا مثل شركة عندها أزمة فطربت حلا وترحت مناقصة فتقدم الصناع والشركات تقدمت بعرضها وتقدم الله الفرد بعرضه ميزة العرض الإلهي أنه غني يعني خذوا انتفعوا أما بقية الشركات فإنها تعرض لكي تأخذ ثمنا ولكي تنتفع وقد تختلس وقد تغالط في الكميات والرسومات وقد تغالط في المواد وتغش ولكن العرض الإلهي هو عرض منزه عن الغرض فحق الله على العباد أن يقبلوا عرضه حق الله على العباد أن يقبلوا عرضه أن يقبلوا أدلة توحيده وأن يقبلوا البرهان المقدم في العرض على أنه هو الوحيد الذي يملك العرض الصحيح وأنه المنقذ الصحيح وأنه لا إله إلا هو ولا ملجأ إلا هو للحل الصحيح لحل معضلة الوجود والحياة فحق الله على العباد هو أن يقتنعوا بما قدم وليس أنه محتاج إلى حقه لأن النظرية السائدة بين الجماعات الإسلامية وعند الوهابية خاصة وعند الجماعات التي تغلغلت إليها الوهابية واخترقتها أن الله له حق حق العباد وكأنه منتفع وكأنه مغيظ غيظا شبه بشري إذا سلب منه هذا الحق أو إذا لم يقتنع الإنسان بحق الله في الاقتناع بالعرض المقدم منه وذهب الناس إلى عروض أخرى فيتعاملون مع كلمة حق الله وكأنه وكأن هناك ضرر يلحق برب العزة سبحانه وتعالى إذا لم يتم قبول العرض لكن الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قدم هذه العروض قدم هذه الفروض والفرائض ومنع وحرم هذه المحرمات من أجل الإنسان لكي يقبلها بحريته ولكي يقبلها براحته لكي يفكر ويتدبر ويتأمل بدون سيف نصلت فوقه يقول له فإن شك أو تردد حل دمك يا أخي حل عن سماية إن ربي يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اتركني أفكر اتركني أتردد وأشك وأقلبها يمينا ويسارا وابتعد عني بيدك هذه المشؤومة وسيفك هذا الكاذب الذي يشهد رب العرش أن حديد هذا السيف الذي ترفعه علي لكي أشهد أو لكي أؤمن إن حديد هذا السيف يلعن الذي يحمله من أجل أن يرغم الناس أو أن يحملهم على دخول دين فشوفنا نتكلم عن التآثر ما بين الجسم والفرائض الربانية وبين حالة الروح وتطهير الروح لمصلحة الروح لأن الله لما خلق الإنسان كرما منه صار ألزم نفسه بأن يرحمه وأن يوصله في النهاية إلى الرحمة فعرض عرضا رخيصا سهلا في الدنيا تحمل بعض التحملات وتعالي على نفسك الأمارة واضغط على نفسك وسوف تنجو وإلا فلا حل إلا إدخالك إلى التأديب وإلى جامعة التأديب حيث فيها الإقناع حتمي هناك طرق إقناع يعني مجدية وناجعة وهي طرق سرية ربانية في مكان اسمه جهنم سوف نتكلم عن أن النفور هو ضد الإنجذاب وضد الحب وضد الاختيار أن النفور من هذا وحب الدنيا هو الله سبحانه وتعالى يغار ولكن ليست كغيرتنا نحن ننتقم ونفترس هنا الغير على القلب المؤمن من الشرك وإن الله لا يغفر أن يشرك به هنا ينبه الله سبحانه وتعالى إلى أن يشبه خطورة عملية الشرك مثل خطورة عملية الزنا فالقلب له حقيقة أنثوية فإذا أشرك بالله فهو كالمرأة التي تزني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة الوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهم فلم يغني عنهما من الله شيئاً وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلاً للذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لعندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها هنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الرجال رجال كمريم أعفاء الروح يحفظون عرضهم الروحاني عقلهم الساحة القلبية الروحانية العقلية النفسية فلا يغزوها ولا يلوثها الشيطان ولا الشركاء وهناك المصدعف المؤمن الضعيف الذي تغلبه نفسه الأمارة فيحدث تدخل من الشيطان ثم تعود وهو يحارب نفسه وهناك الملوث هنا نتكلم عن الرجال أولاً النساء رقم اثنين في هذا الأمر لكن أولاً نتكلم عن الذين كفروا والذين آمنوا جمع مذكر سالم فالإيمان حقيقة رجولية والشرك حقيقة يعني نسائية خائنة سوف نتكلم عن هذا الأمر ونتكلم عن أن الله سبحانه وتعالى جعل رمزاً للتوحيد البيت الحرام جعله رمزاً ومثابةً للناس وأمناً والعجيب في هذا الرمز أنه سبحانه وتعالى عندما سأل إبراهيم ربه رب جعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فالله صنع تعديلاً لكلمات إبراهيم عليه السلام قال ومن كفر ما لك إبراهيم ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يعني في هذا المكان البيت الحرام حيث يكرم القادم حيث الرفادة السقاية خدمة الحجاج والقيام بأشكار الضيافة لهم هذا المكان هو نموذج للمواطنة والبيت الحرام نسبة إلى البيت والبيت الإنساني بيت آدم والبيت الإنساني هو مكان فيه أم ورعاية وتربية واهتمام أقصى بالسلامة البدنية الجسمية وأما الأمور العقلية فالأم تتركها لأبنائها حتى يتفكروا حتى يفهموا حتى يقتنع هذا برأي ذاك حتى يغير هذا رأيه لكن أهم شيء السلامة البدنية فالكعبة هي مكان رمز لسلامة الإنسان البدنية الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه حتى أن الصيد ينعم ببناء الصيد الصيد هذا بناء مدي هذا الجسم جسم الصيد ينعم وصور الحياة تنعم في هذا المكان بالأمان إذن لابد أن نتكلم عن علاقة التوحيد بالكعبة وبالبيت وبأن الموحد الحقيقي هو الذي يرحم ويواسي ويطعم ويسقي حتى يقتنع الناس براحتهم حتى يأتي الناس إلى المكان فيسألون من بناء بناء إبراهيم الموحد الحنيفي المسلم فيقولون وما هذا الفيل فيقولون هذا الفيل يريد أن يهدم هذا البيت فيجدون أن الفيل قد دمره الله فيقولون لماذا دمره الله لأن الله يحافظ على هذا الرمز للبشرية ولأن هناك داع التوحيد سيأتي ويثبت الله وجوده برد الفيل إذن هذا المكان هو مليء بالعبر ومليء بالقيم ونحن نطوفه حول قيم البيت وقيم المواطنة وقيم الرحمة اللي ينعكاس لصفات الربوبية والرحمانية والرحمية والمالكية متجمعة في رمز البيت اللي هو مكان للتربية والتنمية والإحسان والإقناع والمناقشة السهلة الجميلة والطويلة مع التكريم يعني مناقشة مع التكريم مش بيستتيبه لغاية ما يستتيب ثلاثة أيام وإلا قتل يستتيبوا شهرا يستتيبوا كذا وطبعا بيستتيبوا طبعا في الكراكون ويمكن هم الشخص الملحد يمكن يقنع اللجنة اللي جاية تستتيبه ربما يقنعها هو بوجه نظره سوف نتكلم بعد موضوع القبلة أن بيئة العدل والحرية والحكومات التي تضمن لمواطنيها العدالة والحرية ورعاية الأمور الجسمية المادية هذه الحكومات الله سبحانه وتعالى يباركها ويساعدها بصرف النظر عن كونها أنها تؤمن بالقرآن أو لا تؤمن لماذا؟ لأنه في هذه البيئة يمكن الدعوة إلى القرآن لأنه في هذه البيئة يجد القرآن من يعني من يقرأه ومن يتمعن فيه برحته برحته حتى يقرر ويطمئن برحته وأن يحب الله وأن يختار الله وأن يأتي إلى الله مغرما لا مرغما لا راغما سوف نبين بعد ذلك نموذج من البيئة التحريرية وهي بيئة التربية نذرت لك ما في بطن محررة وأنا الإنسان عندما يقف ما في بطنه لله لأنه هو نفسه موقوف لله ووحد الله حتى أن الجهاز الحيوي بتاعه كله الجهاز الحيوي يعمل في حب الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى هذه البيئة التي ينشأ فيها الصالحون وينشأ فيها الأنبياء نحن مطالبون أن ننشأ أبناءنا جميعا في بيئة مماثلة حتى ينشأوا موحدين حقيقيين لأن أفضل أنواع الصالحين هم الذين نشأوا منذ الصغر على الصلاح سوف نتكلم بعد ذلك أن الإكراه الإكراه في الدين وقتل المرتد وجهاد الطلب بمعنى جهاد الناس لمطالبتهم بالإسلام أو قتلهم سوف نتكلم أن هذا أنواع الإكراهات التي يتبعها الجماعات الإسلامية والوهبيون وأتباعهم والذين يتخذون من مناهجهم مناهج مثل داعش وغيرها هؤلاء في إكراههم الناس على الدين يدللون على إفلاسهم ويدللون على أنهم لا يذكرون كلام الله يدللون على كسلهم وعلى الجهل وعلى أنهم يريدون أن يقتنع الناس بكلامهم هكذا اقتنعوا أم لم يقتنعوا فإن شك أو تردد اقطع رأبته وأن نبيئة القهر التي يرعاها هؤلاء بفهمهم الخاطئ للتوحيد وإباحتهم الدماء من أجل أن الشخص لا يحب التوحيد فيبيحون دماء فالناس لن يجدوا وسيلة لكي يحيو طبعا واحد مش مؤمن إيه اللي يخليه يفقد حياته الغير المؤمن ده بيموت في الحياة بيموت في عاوز يعيش فهيضطر أن ينافق لأنه عندما أنت تكرهه على أن يبقى في الدين أو أن يدخل الدين وهو شخص الدنيوي أصلا ليس مؤمنا بالله الأحد أو ولا مؤمنا أو ليس مؤمنا بعظمة الله طب الشخص ده تفتكر أنه يضحي بحياته من أجل ما هو فيه هي يعيش منافق هي يتمسك بالدنيا ويعيش بأي طريقة ويقول له خلاص لا إله إلا الله عم ويقول يقول له يكفر بالطغوت يقول له ما تروحش مش هروح عند الحسين مش هعمل وخلاص يريحه يريحه لأنه الشخص الذي يكره الناس في الحقيقة ليس ذكيا إنما يتمتع بالغباء الروحاني فهو يرضي غباءه نعمله سوف نتكلم بعد ذلك عن أن في هذا الأمر وهي إكراه الناس وقولهم إن عصمة الدم والمال مرتبطة بكلمة التوحيد أو مرتبطة بأن الشخص يسلم لله وجهه وهو محسن هذا الربط في الحقيقة أنهم فهموا أن حق الله يضيعوه الكافر ويغتصبه وربنا متغاز وكأن الله عاجز عن أنه يدرك هذا الكافر فهم بقوا بالحق الكافر وهم بيجيبوا حق ربنا ويرجعوه له وبالتالي بيتفشخروا بهذا لأنه يرجع حق الله إليه أكيد هو كمان موحد وبعدين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فيفعل بقى ما شاء بعد ذلك ويرتكب جميع المبيقات لأنه في نظر نفسه ترك الشرك فاربنا هيغفر له كل ما دون ذلك وعشان كده تجد أن هذه البيئة وهذه الأفكار هي مرتع للرذائل و للقسوة و للأكاذيب و لأشكال من الإشراكات و من الغريب أن الله سبحانه وتعالى قد نبه الناس إلى أنه هو المسؤول هو المتولي لعملية الحساب على الدين ثم إلي مرجعكم وأنا وأنه سبحانه وتعالى المتكفل بأمر الدين و عليك أن تدعو فقط فذكر إنما أنت مذكر لست علي بمسيطر إن عليك إلا البلاغ هذا هو إن عليك إلا البلاغ ما عليك إلا أسلوب قصر وحصر جامع مانع إن عليك إلا البلاغ البلاغ بأسلوبك وطريقتك وسلوكياتك وأوامرك ونوهيك الجميلة والذين يحبونك يتعاونون معا معك على إظهار الصورة الجميلة هي دي البلاغ 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 قولا وفعلا وفردا وجماعة في اعتصامهم بربهم دا بلاغ لا يكرهون أحدا مطلقا هنتكلم أن هذا منازع لله هم ينازعون الله حق الدينون مثل أهل السحر والعفرة الذين ينازعون الله حق السيادة في الكون ويقولون هؤلاء الأسياد وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله شركاء الجن فدشر شرك الدينون شرك أن تدين الله هو الذي يدين وإذا أنت قمت بعمليات الإدانة فأنت تدين بمنازعة الله حقه وأنت تدعي أنك تأتي لله بحقه مسألة معكوسة التوحيد أمر اختياري انجذابي حب حر غرام هم حولوا إلى إكراه توحيد كاره مكره مجبر مرغم منافق يكاد يشق ملابسه غيظا هذا هو توحيد عنده قلبوا كل أمور الإسلام رأسا على عقب سوف أتكلم عن تقسيم التوحيد عندهم كيف قسم هؤلاء الناس أنواع التوحيد حتى أن الله سبحانه وتعالى صار في نظري كثير من الناس يعني كأنه إله غير مقنع يعني صوروا ديننا تصويرا غير مقنع أن التوحيد الربوبية الناس كلها مشتركة فيه كله بيقول ربي الله فيه توحيد الإلهية اللي هو الدعاء والذبح والتوكر والحب الدعاء والذبح والتوكر والحب والاستشفاع يعني دي الحاجات دي عندهم يباحوا الدم الإنساني إذا الإنسان أباءً يقدمها ويقدمها إليهم يعني الشخص المفروض أن هو بيوحد ويقدم إلى الله ويذهب بقدميه راضياً ومختاراً ويبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتعهد مع ولي الله بأنه يتبع الأوامر الإسلامية لا هو يروح يقدمها لهم هم ومقدمها الشعملية يتبحوه فتحول الدين إلى صورة كريهة ومن أجل هذا انتشر إلحاد لا بد من إنقاذ الشباب من الإلحاد بتقديم الصورة الحقيقية وبيان أن هؤلاء الناس يفتأتون على حقوق الله وأن الله بريء منهم وأنهم لا يتحدثون باسمه بل يتحدثون باسم شياطين الإنس والجن الذين يريدون أخذ أموال الناس باسم الدين وأخذ نساء الناس باسم الدين وأخذ أرض الناس باسم الدين وهد كأعراض الناس باسم الدين سوف نتكلم أيضا عن كيف أن في كتاب التوحيد للشيخ الإمام بن عبداللوهاب إمامهم بن عبداللوهاب كيف أنه استخدم النصوص الإسلامية بكثرة وركبها تركيبا ثم استنتج استنتاجا ضالا مضللا يقوم على إباحة الدم الإنساني الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى بناء على إيه؟ على أنه لم يفعل هذا الشيء أو لم يفعل هذا الشيء من التوحيد وفعل هذا الشيء أو هذا الشيء من عناصر الشرك سوف نتكلم عن هذا الأمر عن هذا الكتاب وسوف نتكلم أيضا عن كتاب المودود المصطلحات الأربعة وكيف أنه حرف الدين وحرف نصوصا وحرف الكلمة عن مواضعه وكيف أن الذين في الآخر سوف نتكلم في النهاية كيف أن الذين يدعون أن باب الشرك هو إطراء الصالحين وأن باب الشرك هو الغلو في حب الصالحين وفي نسبة الأشياء الإلهية إليهم ونسبة الخصائص الإلهية إليهم هؤلاء هم الذين ينسبون الإلوهية بما يقولون علم أو لم يعلموا كثير من الناس يتسلل إليهم الشرك كالنمل ويخربهم من الداخل وهم لا يدرون وهم لا يدرون أنهم قد خربهم النمل من الداخل فهم يمدحون عيسى بن مري وكأنه حي لا يموت وكلما جاءت الوفاة وكأنه وكأنه يقول الملائكة أنا لا أتوفى كالناس بفصل الروح عن جسدي ولكن دائما وأتوفى كل مرة نحن إن شاء الله سوف نكون معكم في هذا البرنامج حتى نبين حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتبين الصورة الحقيقة له لكي تعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس بل أرسل الرحمة العظمى لهم وتعطف عليكم بهذا الفهم الذي علمه لعبد من عبادي وهو المسيح المعول عليه السلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر